اشتركوا في القناة بالرغم من الأزمة المالية الكبيرة مجموعة البركة المصرفية بفضل الله سبحانه وتعالى لم تتأثر وزادت أرباحها لأننا نحاول أن نطبق القواعد الشرعية الصحيحة في الاقتصاد فبفضل هذه القيم يرى العملاء حول العالم اليوم في البركة شريكاً جديراً بالثقة ومن شأن هذه الشراكة أن تدفع مجموعة البركة المصرفية تحقيق هدفه بأن يصبح مصرف العالم تأسس البنك الإسلامي الأردني عام 78 البنك الإسلامي الأردني ولله الحمد ملتزم تماماً بأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فالعميل يطمئن إلى ما يحصل أي من خدمات ونتائج وأعمال ونسبة العملاء الذين لديهم حسابات لدينا تعادل حوالي 40% من عدد الحسابات في الأردن التي رصدتها 10 ألاف أكثر مما يعتبر حافزاً وعاملاً مريحاً في عمل المصرف وقوته المالية طبعاً قيام الهوية الموحدة يستدعي الاهتمام الواسع بأن تكون سوية وعمل جميع الوحدات والإشراف عليها واستثماراتها وأعمالها تعطي أماناً لجميع بنوك المجموعة مصر السوق الواسع الضغط الحجم سكانه يتجاوز 80 مليون نسمة الأعمال فيه متنوعة جداً إذن تواجد المجموعة في مصر من خلال بنكها تواجد رئيسي وأساسي بنك التمويل المصري السعودي هو تاجربة رائدة لمجموعة البركة المصرفية لأنه بنك تقليدي وتم أسلمته في عام تسعة وتمانين تغيير الإسم وارتباطه مباشرةً بمجموعة البركة المصرفية ليصبح بنك البركة مصر هو المزيد من الثقة والأمان والقوة للبنك الحسابات ستكون أونلاين مع توحيد الـ IT في جميع بنوك البركة كل هذا سوف يعطي لعميل بنك البركة مصر آفاق أرحب وأوسع لمزيد من الخدمات بانك التمويل التونسي السعودي تكون سنة 1983 بشراكة مباركة بين الحكومة التونسية ومجموعة البركة المصرفية تعرفوا تونس تمتاز بمناخها الاقتصادي الطيب والاستقرار السياسي والاجتماعي الموجود فيها وطبعا هذا البنك القى هذا المناخ فالدعم وتطور والمؤشرات البنك تطورت بصفة ملحوظة من سنة إلى سنة أنا أرى أنه تبديل الهوية هو ريهان ونعول أولاً على العمل وعلى المساهمين وعلى الحرفاء والمستثمرين معنا باش ننشحوا اليد في اليد وتكون النتائج طيبة إن شاء الله موسيقى بالرغم من أنه البنك نشأ في وسط نظام مصرفي تقليدي لكن والحمد لله تمكننا من استقطاب ألوام من الطيف في المجال الاقتصادي حتى من رئير المسلمين وفي العام السابق وزعنا أرباح للمساهمين بعد أن حققنا أرباح مقدرة التوحية الهوية أعتقد أنها مبادرة جريئة وممتازة جداً الشعار نفسه والرسالة المضوية تحت الشعار هي أنه نحن والعملاء شركاء في الإنجاز إلى جانب أنه نحن أعضاء وننتمي إلى مجموعة البركة المصرفية وده يعطينا عمق عالمي مما يمكننا من تقديم خدمات أكثر جاذبية موسيقى 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 المتصورات الارضة الذي يجب أن نتفضل معه budgetة المعنى العاركة في المنطقةal من في تشاريخ عامل الارضة متفكرة المعنى العربية والخصص العربية الجددية ي يعيش في � 맛있ة العربية الارضة فهم تشكرة العربية المعنى المعنى العربية على عامل العربية اشتركوا في القناة 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 بنك البركة لبنان تأسس عام 1992 كان اول بنك اسلامي يؤسس في لبنان ولكن ثقافة الصيرف الاسلامية في المجتمع اللبناني محدودة احنا كبنك البركة نأمل انه ننشر معي صيرف الاسلامية على جميع فئات المجتمع اللبناني الصيرف الاسلامية مبنية على موضوع الشراكب العميل المودع هو مشارك وبن المنطلق هذا طلعت الهوية الموحدة تحت عنوان البرتنرشيب المشاركة المجموعة اكبر مجموعة مصرفية اسلامية عدد المساهمين فيها عدد كبير جدا ولها حصلت على تصنيفات ائتمانية مهمة من شركات عالمية للتصنيف اسهمها مدرجة في بورسة البحرين وبورسة دبي وأصبحت مجموعة بكل فخر والمجموعة دولية نعتبر العميل هو أحد الشركاء الرئيسيين في قصة نجاح بنك البركة الإسلامية نحن كلنا طبعا مجموعة وحدة والقرض منها التكامل في تقديم الخدمات لأجل الاستفادة القصوى لهذا العميل أو هذه الشركة أتمنى بتظافر جهود المقدمة سواء من مساهمين بنك البركة الإسلامي ومجلس إدارة بنك البركة والموظفين بالارتقاء بالخدمات المصرفية المبتكرة ووصول هذه المؤسسة إلى مستوى العالمية والمبادرة بأن يكون البنك الأول في مملكة البحر مجموعة البركة المصرفية قد خطط خطوات كبيرة خلال السنوات السابقة فقد قمنا خلال هذه السنوات بالتوسع في دول عديدة وكان واجب على مجموعة البركة المصرفية أن تقوم بصياقة رسالتنا للمجتمع ألا وهي شركاء في الإنماء وشركاء في الإنجاز ونحن ننظر كمجموعة البركة المصرفية أن هناك أسواق تتطلب المنتجات الإسلامية فكان لابد لمجموعة البركة المصرفية بأن قامت بتوحيد رسالتها وتوحيد منتجاتها وتوحيد أسماءها لتكون رائدة في هذا المجال إنها طريقة تفكير تخطط الحواجز المعيقة بين المصرف وعملائه وإزالتها بما يفوق الخيال والمجاز فهذه المقاربة الشاملة الموحدة سوف تبرز مجموعة البركة المصرفية كمصرف شريك لعملائه ترجمة نانسي قنقر